طبعاً الجميع عرف بطولة أبوظبي العالمية المحترفة في الجي جيتسو المميز أن هذه السنة هي النسخة العاشرة للبطولة بعد كل ما تحقق من سمعة كبيرة لهذه البطولة لما تقدمها دولة الإمارات وأبوظبي بشكل خاص للعب على المستوى المحلي والمستوى العالمي البطولة هي الأهم على مستوى خارطة كل البطولات على مستوى العالم السنة عام زايد هو القيمة المضافة على كل الأحداث كانت على مستوى الرياضي أو غيرها لكن في هذه السنة نحن في بطولة أبوظبي المحترفة في الجي جيتسو النسخة العاشرة هذا العام سيكون في تفاصيل كل البطولة من حيث شعارها ومن حيث أيضاً أجواها ومبادرات اللي راح تكون مرتبطة بعام زايد ونبغي نأكد أن هذه المنصة منصة بطولة أبوظبي عالمياً محترفة في الجي جيتسو راح تكون منصة لتواصل وأيضاً منصة لرسال كثير من الرسائل الخاصة بعام زايد كانت لجماهيرنا اليايين من كل أنحاء العالم أو للجماهير اللياية يستمتع من دولة الإمارات وأيضاً بكل أدواتنا الإعلامية راح نؤكد ونعزز ونحتفل بعام زايد من خلال هذه البطولة الحقيقي هذه البطولة ياية من خلال تصفيات كثيرة وكبيرة امتدت على مستوى العالم أكثر من 160 دولة شاركوا في هذه التصفيات اللي الأفضل منهم تأهل اليوم عندنا مشاركين من أكثر من 100 بلد أو 100 دولة يشاركون قادمين من شتى أنحاء العالم للمشاركة بنظام تصفيات المشاركة في البطولة أبوظبي طبعاً أبغي أقول أن العدد السنة تعدى حاجز 8000 لاعب وأعتقد أن هذا رقم جديد يضاف للاتحاد وتطور الاتحاد والخبرات التراكمية التي تحسب للاتحاد كانت على نطاق أهدافها واستراتيجياتها وأيضاً على نطاق آليات العمل الموجودة التنفيذية في الاتحاد طبعاً البطولة فيها كثير من المحطات الجديدة لكن في محطات أصيلة بالنسبة للاتحاد نحن بتوجهات من رئيس الاتحاد أيضاً تواكباً مع استراتيجية الدولة نحن البطولة فرصة لمشاركة كل الفئات فرصة لمشاركة كل الأجناس بالنسبة لنا مشاركة الرجل والمرأة بناتنا عياننا رح يكون مشاركين أيضاً أصحاب الهمم رح يكونون باختلاف فئاتهم مشاركين في هذه البطولة وهي مش أول بطولة يشارك فيها أصحاب الهمم نحن نعتبرهم جزء من البطولة لا نحددهم بأيام خاصة أو بميزات خاصة على العكس تماماً هما جزء وعندنا كثير من التجارب اللي فيها أصحاب الهمم لعبوا مع الأسوياء أو أشقهم أو أخوانهم من الأسوياء اللي ما لقينا أي فروقات على العكس تماماً لقينا رياضة يعني مجال التنافس المباشر عندنا محطات مهمة ويديدة في هذه البطولة عندنا أيضاً من خلال تاريخ البطولة المتد من عشر سنوات راح يكون أهم اللاعبين اللي فازوا في بطولات أبوظبي في السنوات السابقة راح يكونون أيضاً متواجدين بفئة خاصة نحن نمكن قبل خمس سنوات كان عندنا هدف استراتيجي وضع من خلال مجلس إدارة التحاد أن الإمارات تكون عاصمة رياضة جيدسو اليوم الحمد لله بعد خمس سنوات الجميع يعرف أهمية أبوظبي وجود كثير من الأنشطة العالمية في إمارة أبوظبي وجود المقر الاتحاد الآسيوي بالإضافة إلى الاتحاد الدولي المناصب الموجودة بتولي سعدة عبد المنعم الهاشبي رئيساً للاتحاد الآسيوي وتطور اللي حدث في آسيا الكبير بتجربة الإمارات أيضاً بدعم مباشر من تجربة دولة الإمارات والتجربة اللي كانت مؤثرة لدول آسيوية أيضاً على المستوى العالمي سعد عبد المنعم الهاشبي هو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي مقر المكتب التنفيذي أيضاً موجود هنا في بوظبي كثير من العمليات أو أهم العمليات التطويرية في اللعبة على مستوى العالم تكون نابعة من بوظبي استفادة من الدعم اللي تحضابه اللعبة والمتابعة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الدعم الرئيسي لهذه اللعبة الدعم الرئيسي لللعبة في دولة الإمارات وأيضاً على مستوى العالم بشكل عام نحن في كل اجتماعاتنا وفي كل أنشطتنا دور صاحب السمو كان حاضر وبقوة اليوم عندنا عدد مشاركين في دولة الإمارات أو عدد ممارسين قرب لأهداف الاتحاد أن يكون عندنا 100 ألف ممارس عندنا أيضاً جزء كبير من هذا الرقم ممارسين على مستوى التنافسي عندنا برامج مهمة جداً استهدفنا فيها كل القطاعات